وضع نفسك أمام في محل المظلوم والمهتوك الحقوق من أجل أن تشعر به مشكلتنا تبلد المشاعر مشكلتنا ميكانزمات التحريك الذاتي انطفأت إما لرتابة المشاهد وإما لعدم وضع نفسك في مكان الإنسان وإما لغياب فكرة العدالة عن الذهن قد يعجب البعض تقول أن تصر حتى لملحد إلحاده عليه كفره هو مسؤول عن نفسه ويتحمل نتائجه لكن أن يظلم فأنا ديني وعقيدتي تقول لي إن العدالة فوق الانتماء وهذه فكرة أكررها وسأكررها وسنظل ننشرها بأنك يا أخي يا عاقل يا مسلم انصف الآخر وبقطع النظر عن أي اعتبار غير الاعتبار العدالة والحق لأن الله سبحانه وتعالى يطلب منا شيئان نعبده ونحسن إلى خلقه فإن قصرت في عبادته قد يتجاوز ويسامحك ولكن إن قصرت وظلمت خلقه حتى ممن لم يكن مؤمنا فإنك تحاسب تحاسب ما أعظم هذا الدين الذي يحاسب من يؤمن به بالله إذا ظلم من لا يؤمن به عظم يا جماعة فلنرتقي إلى مستوى ديننا ترجمة نانسي قنقر